المشروض هنتكلم عن جوجل ادز والامور اللي احنا بنقع فيها من اخطاء او الامور الهمة اللي الناس كتير مش بتاخد بالها في جوجل ادز منها او النقط المهمة اللي احيانا الناس مش بتاخد بالها سواء هل ده صح او ده غلط هل المفروض اللي انا اعمله في الحتة دي ايه? او كمان في نقطة بعض الناس بلاقيها مش عارفة عنها حاجة او ما تعرفش عنها حاجة. فانا مهمتي النهاردة ان انا اقول لك دي اه او بتاعتها ممكن تكون ايه? النقط اللي انت محتاجها. يعني المفروض انت اه محتاج اه نقطة معينة اوضحها لك وبناء على ده بتاخد النقطة دي اه وتبتدي تسيرج فيها وتبتدي تبحس عنها وتبتدي تقرأ فيها بشكل كبير. وهي بعد كده لو انت محتاج فيها اه اي حاجة تبتدي تسألني وتقولي والله النقطة دي اه اللي انت كنت اتكلمت فيها. انا محتاج اه انا جربت وسألت عليها وايه? وعرفت اه اعملت تاست او اه جربت عليها. وهي بنتدي ايه? مع بعض. وينفول اوب مع بعض. عن طريق الميل للناس اللي مش بتبقى عارفة. احنا بنفول اوب مع ناس كتير على الميل. اه على حسب الاسئلة بتاعتهم. او لو هو عنده حاجة محتاج يسأل فيها بنبتدي ان احنا بيسأل وهو بيسأل واحنا بنرد عليه. طيب النقطة المهمة اللي انا محتاج اتكلم فيها كاول نقطة معنا او اول جزء احنا محتاجين ان احنا نتناقش فيه او ندسكاس فيه او المعلومة اللي انا محتاج اقولها لك كاول حاجة هي معلومة جوجل اه في الجزء بتاع الكيوردس. تمام? جزء الكيوردس مهم جدا جدا فيه اجزاء اساسية واجزاء مهمة لازم ان نخلي بالنا منها. الاجزاء الاساسية اللي احنا نخلي بالنا منها هي نوع الكيوردس اللي احنا بنستخدمه. انواع الكيوردس كتير جدا. فيه ناس مش بتاخد بالها ان نوع الكلمة اللي هو بيحطها هي مختلفة وهي اللي قادرة توجه الاعلان بتاعه. يا اما ان هو ينجح او يفشل. وعمل اساسي جدا. طب هنا ايه او الاجزاء اللي هي بنتكلم فيها ايه تحديدا فيه جزء الكيوردس ان انت ممكن بتلحب على الكيوردس نفسها بستراتيجيز مختلفة. طب ايه اللي ممكن نلعب عليها? اولا لازم تحدد في حتة الكيوردس المهام اللي انت عايزها تحديدا والابجيكتور بتاعت الاعلان. يعني انا دلوقتي محتاج اعمل اعلان علشان الناس تشتري. ولا علشان الناس تبتدي انها تكون على الويبسايت. ولا علشان ابني ترافيك. ولا علشان ايه بالزبط. وبناء على ده بيتحدد الكيوردس. بعض الناس بتبتدي تجمع كل الكيوردس الممكنة واللي مش ممكنة واللي ليها صلة او ما لهاش صلة. بالاعلان وتبتدي تحطها. يعني مثلا لو احنا بنبيع قطع غيار سيارات. قطع غيار السيارات لو انت بتبيع سيارات وكتبت قطع غيار سيارات دي هتوديك لكل الناس اللي بتدور على كل قطع غيار السيارات. سواء المستعملة سواء السليمة سواء الجديدة سواء الموديلات القديمة سواء كل ماركات العربيات كل حاجة ليها علاقة بالسيارات هتلاقي نفسك بتروح ليها. طب هلو ده صح او ده من من الاجزاء اللي احنا ممكن نشتغل عليها او من الاجزاء اللي احنا المفروض آآ ناخد بالنا منها من الاجزاء الاساسية واللي هي ممكن تنجح زي ما قلنا الاعلان او تفشده. طيب تعال كده ناخد الاجزاء الاساسية دي ممكن تكون ايه? اول حاجة رازم بتخلي بالك منها ان بتاعتك تكون محددة على حسب بتاعت العميل او بتاعت الراجل اللي بيعمل يعني هل الراجل ده عنده نية ان هو يشتري? لو الراجل ده عنده نية ان هو يشتري. يبقى هنا احنا بنتكلم في ليها علاقة بالاي? ليها علاقة بالشرك. يبقى انا محتاج عميل بيكتب في بتاعته كل حاجة ليها علاقة بالشرك. كل حاجة ليها علاقة بالشرك. لو انا بكتب آآ آآ شراء عربيات سليمة. شراء عربيات مستعملة وما اقل زي لك. طيب هل انا قطع الغيار اللي ببيعها في السيارات دي ليها علاقة بموديل واحد بس? او آآ ليها علاقة بجزء واحد او موديل واحد بس اللي انا بلعب عليه? هنا انا بلعب على حقيقة اسمها single keywords وببتدي اشتغل عليها. ان انا بحط كلمة محددة او نوع معين من انواع الكيورد اللي انا بلعب عليه. النوع ده ليه علاقة بشراء قطع غيار السيارات. الكلمة دي اللي انا بلعب عليها. طيب الكلمة دي اللي انا بلعب عليها. وببتدي احط فيها كل بتاعتي او احط فيها التسلسل اللي دي علاقة بكلمة شراء آآ آآ قطع غيار سيارات مستعملة. بلعب على الكيورد دي وبستخدمها كأنها هي الهوب بتاعي او كأن دي كل دي الكيورد الرئيسية اللي انا لازم انا لعب عليه. فيما بعدها بقى. زي يعني ممكن نجيب بعدها ايه? شراء آآ قطع غيار سيارات اصلية. شراء قطع غيار سيارات آآ مستعملة. شراء قطع غيار سيارات نيسان. وببتدي العب على ايه? حاجة اسمها الكيورد. ويه ببتدي ان انا احجم هنا الكيوردز بتاعتي على حسب اي الظهور. طيب هنا دي دي حاجة مهمة جدا جدا. ومن الاجزاء الاساسية اللي انا ببتدي العب عليها عشان اقلل في الكوست بتاعي. واقلل من عدد الكليكس على آآ الاعلام بتاعي اللي ملهاش لازمة. ممكن انا اكون حاطف بقى شراء قطع غيار سيارات. بس اللي داخل ده هو عايز قطع فياض لنوع معايم من السيارات هو مش عندي. احنا عندنا كام نوع من انواع السيارات ممكن انا اكيد مش هيكون عندي. فانا هنا بجيب او بجيب عملة انا اصلا مش هستفاد منهم وانا مش هقدر ان انا البي لهم الخدمة بتاعتهم او ان انا مش هقدر ايه? البي الخدمة بتاعتهم. فهنا في الحتة دي بيبقى الموضوع صعب جدا. فانت من الانجح انواع اللي انت بتشتغلها. اللي انت بتشتغل زي ما قلنا حاجة اسمها و بتشتغل على آآ جزء اساسي ليه علاقة بنية ايه? نية الباحث نفسه او نية الراجل اللي بيعمل سيرش ده. عشان لما ييجي يعمل سيرش او لما تيجي تشتغل على سيرش. لا تلاقي آآ الوضع مختلف. بتانكلود او بتخلي الوضع بالنسبانك آآ محدد جدا 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 على الفئة اللي انت مستهدفها تحديدا. مش الموضوع مفتوح. وده انت بتشتغل استراتيجيك لو انت مفروض داخل على مرحلة مبيعات لمنتج معين. لو انت فاتح ويب سايت. هو الويب سايت ده مسلا اي كوميرس. لي آآ قطع غير السيارات. وانت بتكونورجن الناس على الصفحة بتاعة الموديل ده او بتاعة المنتج ده. طيب لو انا مفروض محتاج اعمل لو انا محتاج اعمل آآ على الويب سايت. والترافيك ده يكون لكل الناس اللي هي بالقطع غير السيارات. هنا الوضع هيكون مختلف تماما. الوضع مختلف ان انا محتاج اي حد بدور على قطع غير السيارات لان انا محتاج ابني على الويب سايت. محتاج ان انا اعلي الزيارات على الويبسايت فدي من الحاجات المهمة جدا جدا والنقط اللي مش بناخد بالنا منها خالص خالص ما احنا بشتغل على الكيورد طيب لما انا باجي اشتغل على ذا ممكن اشتغل على ايه تاني ممكن اشتغل على الجزء اللي ليه علاقة باللوكيشن في الكيورد ان انا اشتغل على الناس اللي هي ممكن تكون مثلا اللي هو الناس القريبة مني يعني في بعض الاندوستريز لازما بنشتغل على الكيورد بتاعتها والكيورد بتاعتها تبقى ليه علاقة باللوكيشن زي المطاعم زي الورش مثلا زي الاماكن اللي الناس لازما علشان تاخد السيرفز تروح لحد هناك لو انا مطعم وانا عايز اكل في مطعم اكيد مش هجيب المطعم البيت انا هروح المطعم فهنا انا بعتمد على اللوكيشن ممكن نكون انا بعتمد على اللوكيشن وهي بناء على اللوكيشن ده بابتدي ان انا اشتغل على ده فدي انا عندي هنا كيورد معينة بحطها في سينجل كيورد ويبابتدي اشتغل عليها زي ما احنا قلنا طيب غير اللوكيشن ممكن اشتغل على ايه تاني على الكيورد تمام ممكن اخلي الكيورد بتاعتي كلها للناس اللي بتسألوا عندها عندها نية النية بتاعتها النية محتاجة تعرف اكتر عن معلومات اكتر يعني مثلا كل الناس دلوقتي او اعلى معدلات السيرش فيما يخص الشات جي بيتي لها علاقة بال بالكويتشنز الناس بتسأل يعني ايه شات جي بيتي يعني ايه منين اجيب اييميلز علشان الوجين عليه منين ان انا ابتدي استخدمه في ايه وكلها لها علاقة بالانفورميشن فانا لو ويبسايت بتكلم في المورتينج او المورتينج ومحتاج اعمل اعمل ترافيك عندي فانا لما باجي اشتغل على جزء الترافيك ده لازما بشتغل على ان الناس تخش عندي لان انا محتاج ادل الناس الانفورميشن دي فخلاص هي الناس هتيجي تاخد الانفورميشن دي منين من ايه من الكويتشنز اللي هي بتسألها فانا بشتغل هنا على بتاعة اليوزر او بتاعة الشخص اللي بيعمل على صفحة نفسها ان هو بيسأل فخلاص بوجه كل الكيوردز بتاعتي على جزء السؤال ان اي كل الكيوردز اللي احطها ليه علاقة بايه بالكويتشنز ويه احط كل الاسئلة اللي الناس بتسأل عليها ويه اللي الناس بتدور عليها عشان ما قدر ان انا فدهم فهنا انا بركز في حتة برضو معينة زي ما احنا ادينا مثال على ان انا بركز على كيورد محددة بنية العميل ويه بركز على الاسئلة ممكن اركز على الجزء بتاع اللوكيشن ممكن كمان اركز على جزء لو انا بشتغل على ان الناس لما تيجي تدور على نوع معين من مثلا فالناس هم تيجي تدور على مثلا ممكن من انواع او ابرز اللي بيشتغلوا عليها مثلا امس اي طيب امس اي فانا خلاص ده براند مهم جدا جدا وما ليوش حد داخل مثلا في نفس الليفل فانا بشتغل على ان كل الناس ان انا لازم انا حط الكيورد دي تبعة ليك ان انا اه اه بروفايدر لي او انا بوزع المنتج ده فانا خلاص البراند ده لازم انا حط في كل الكيورد بتاعتي لو انا عمل ويبسايت ويببع من خلاله او بتكلم من خلاله عن الكيورد اللي ليها او بتكلم من خلاله عن المنتج بتاع اللابتوب الجيمين طيب هنا هنا الدنيا فيها ايه او هنا الوضع بيكون ماشي لزي لا انا خلاص بلعب على البراند بنا بلعب على البراند ده على طول بحط امس اي معايا في كل الكيورد وبفوكس على الكلمة دي قوي وان انا بحطها بقى سواء بقى الناس اللي بتدور بأي حاجة اللي هي علاقة بالجيمين لابتوب او ما الى ذلك فبفوكس على ده فانت انا ممكن تفوكس وتلعب على كيورد او سينجل كيورد بالبراند ممكن تلعب على الجزء اللي ليه علاقة باللوكيشن ممكن تلعب على جزء اللي هي علاقة بالكويتشن الكلام ده كله فالجزء بنشتغل عليه بشكل اساسي لما احنا بنكون معانا مش هيستحمل ان احنا نجري ايه نجري نجري الاكاونت او نجري ايه الاياتز بتاعتنا احيانا كده بنستعمل مصطلح ايه ان احنا خلينا نجري الاكاونت كده ونجري كده ونعلر بتاعت الويبسايت من خلال ان احنا بنعل عليه ونعل عليه بغض النظر هل العامل هيفوسش اشتري ولا لا طب احنا معناش ميزانية تسمح بده ومش معانا ان احنا نتيست على الكلام ده كله محتاجين ان احنا نشتغل على طول او نشتغل فمن الحاجات المهمة جدا جدا ان احنا بنشتغل على ايه على ان احنا نلعب على الجزء ده او بيقلل معانا عدد اللي هي ممكن ما نستفدش منها وكمان بيقلل معايا الجزء بتاع ان انا مش كل اللي ايه ممكن اشتغل عليها والبودجت الممكن اصرفه تمام فدي تركاج مهمة جدا جدا في حتة الكيورد وتفرق معايا جدا 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 حيات كمان مهمة في حتة الكيورد احيانا بنخش نراجع اكاونت لشركات سواء ستارتوب او ناس هما بيشتغلوا عادي باللعية عندهم فيه في الكيورد نفسه يعني ممكن يكون الكلمة معمول لها اصلا متقررة ومذكورة كذا مرة فده مش صح ده ده من الحاجات اللي بتعلم معاك الكوست وبتقلل في بتاعة الاكاونت نفسه اصلا يعني مش بتاعة الكامبين او بتضر في الكامبين بس لا هي بتضر في ايه في 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 ال نفسه في في الاكاونت نفسه تمام طيب دي جزء اللي علاقة بي الكيورد او ده الجزء المهم اللي اللي علاقة بي الكيورد طيب لو انا اصلا بفوكس بشكل كبير جدا على الجزء اللي علاقة ب المبيعات تمام طيب لو انا بفوكس على جزء المبيعات فانا لازم بشتخدم اللي هو بشتغل على ان انا بتاعتي اتعامل معها بالبيع ايه مرضوض البيع بتاعي وبناء على ده ببتدي اشتغل على ان الكيورد الجيلي على حسب المبيعات فهنا مش بشتغل على او مش بشتغل على بتاعي مش بشتغل على عندنا مختلفة كتير بنشتغل عليها انت دلوقتي هتشتغل على الاعلان بتاعك فانت محتاج تحط بتاعك والافريج ده المفروض ان انت هل اللي انت حطه ده علشان تشتغل ولا تشتغل فمن المهمة جدا جدا ان احنا بنشتغل عليها جزء ان احنا بنشتغل على لما بتاعتك لازم تكون حسب عدد المبيعات يعني دلوقتي انا المنتج مكلفني 20 جنيه اوكي طيب انا دلوقتي المنتج مكلفني 20 جنيه فانا المفروض حاط بوضجت عليه 5 جنيه للبيع الوحدة علشان يطلع ب50 جنيه فانا اكسب 25 جنيه او حاط على 25 دول المفروض حاط 10 تمام علشان اكسب في الاخر ايه الامابابية ب35 يبقى انا مكساب 10 جنيه فهنا انا المفروض اضبط الاعلام بتاعي ان العميل يجيلي على ايه على 5 جنيه تمام بتاعتك ايه ونقل او بتزبط كل الحاجات اللي هي علاقة بالاعلام بتاعك كل الحاجات اللي هي علاقة بايه اه بالاعلام بتاعك تمام طيب الجزء ده مهم جدا ليه او الجزء ده احنا بنتكلم فيه اصلا ليه او بالنسبة لليه مهم لان احنا في الحتة دي فيه ناس بتبتل تشتغل والله انا عايز اشتغل على فهنا انت المفهوم بتاعك ان انت محتاج تزبط بتاعتك على اساس ايه على اساس ان انت كل الفلوس هتدفع انت هدفك او انت هدفك ان انت هتطلع اكبر عدد ممكن او تطلع اكبر عدد من او تطلع اكبر عدد من وهكذا فانت حاول لما دي تشتغل بتاعتك عليها بتاعك بشكل عام هل انت مطور 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 ايه بالزبط تمام فدي كلها حاجات بتفرق معنا جدا جدا لما مليجي تشتغل وبتفرق معك جدا جدا اه اه وبتعرفها من حتة التراكنج لما احنا هنيجي عند الجزء بتاع التراكنج هقول لك ان دي ازاي هتفرق برضو معاك بشكل كبير وازاي ان هي من الحاجات اللي ممكن تأثر معاك بشكل كبير جدا في شغل ايه الاعلانات بتاعك تمام طيب الجزء اللي بعد كده ليه علاق اكتر تمام اصلا لو احنا دخلنا وشفناها على جوجل هتلاقي على جوجل في حاجة اسمها تمام بقى اصلا نفسها المفروض ان احنا بنستخدم ها مع كل الاعلانات اللي بنشتغلها بشكل عام بقى لو احنا مش بنتكلم على جوجل بشكل تحديدا فبشكل عام احنا بنركز في جوجل اد على الجزء بتاعة performance plan طيب هنا بنعمل ايه في performance plan دي من الاخطاء اللي بنقع فيها او في ناس كتير بتقع فيها ان هي بتعمل الاعلان احتاج والله اعمل campaign campaign دي اطلع منها 200 order طيب المتين order طيب في ايه بعد كده اكيد انا مش هطلع وخلاص وقفل الاعلان وانا كده عملت الobjective هققت الobjective بتاعت وخلاص ده مش صح اطلاقا لازم لما بنبني اعلان او بنشتغل على ان احنا هنطلع اعلان لازم منركز على performance اللي جاي ورا الاعلان ده من يعني انا دلوقتي عملت اعلان الهدف بتاع ان انا اعمل 100000 ده طيب لازم لما انا احط الobjective دي وانا اشتغل عليها يكون انا مركز 100000 ده 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 هكسب منهم بعد كده ازاي والله انا هاخد 100000 ده ده وعمل لهم اعلان ثاني والاعلان التاني ده هيكون ان هما ياخد اه لما يعملوا من لناس تانية تمام فانا هنا بعمل للاعلان نفسه والله انا هاخد الناس اللي شافت الاعلان وعملتش للأ وهبتدي ان انا طرجيتهم بأفر جوه لشان يعملوا او يعملوا طيب عندي مثلا انا هعمل اعلان والاعلان ده هعمله وان الناس دي هتشوف الفيديو على يوتيوب طيب وبعدين انا هاخد بقى الناس في هنا بقى بنعمل حاجة بقى تانية خلاص انا هدفي ان انا اجيب 100000 مشاهدة طيب خلاص طيب لازم انتركز بعد ما تحقق 100000 مشاهدة او لما تحقق بتاعتك فيما بعد هتعمل ايه خلاص انت حققت 100000 مشاهدة بتوعك طب وبعدين بعد 100000 مشاهدة المفروض ان انت هتعمل ايه لازم ان تكون محدد بالضبط اللي انت هتكساوي بعد 100000 مشاهدة بعد ما حققت 100000 مشاهدة طيب لازم ان تاخد النتيجة دي تحولها لبلان تانية عشان تطلع منها من ادز تانية والادز تجيب ادز وهكذا لما منفعش ان انت اه في ناس بتشتغل على ايه بتشتغل على ان هي خلاص انا عملت الاعلان والاعلان بتاعي نجح لأ انا انا خلاص الاعلان نجح في ناحية طب الاعلان الجديد ايه بقى ونشتغل جديدة ايه بقى بيش حاجة اسمها كده انت لازم تطلع لازم تطلع من ادز تانية طيب هي كمان مهمة جدا لما بتيجي تشتغل على بتكتشف كل النتائج اللي انت طلعتها من الاعلان القديم وتقدر تاخد عليها صحيح يعني انا امتى اعرف في ناس بتسأل انا امتى اعرف الاعلان ده ناجح ولا مش ناجح او ناجح ولا زيت كبيرة جدا فيبقى الكوست بتاعتها عالي فانا قريدي بحقيتش اللي انا عايزه لأ فانت هنا بيبالك في في حاجة اسمها وبيبالك كمان انت تعمل ما بين اعلان واعلان يعني ممكن اعمل اعلانين وابتدي اقارم ما بين الاعلان ده وابين الاعلان ده على جوجل وابتدي اطلع ارقام تبيلي احصائيات ازاي ان انا قاعد راشتغل وكمان بيديني اه اكتراحات ان العمل اللي انت طلعتها من دول ممكن تقدر تعمل بهم ايه فحطة في ناس كتير ما تستخدم هاش لكنها من اهم اهم الحاجات اللي ممكن تشتغل عليها والحاجات اللي في ناس كتير اصلا بتنساها او ما بتقودش بالها منها او ما بتشتغلش عليها بس ايه حاجة يعني مهمة جدا 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 ومن المهمة واللي بيكون فيها لعب كتير جدا جدا وبنلعب عليها كتير جدا جدا في جوجل اد فلما بنيجي نشتغل على جوجل اد لازم بنركز على كل الكمبيين قبل اصلا من ايه اللي هنشتغله على اد احنا بتاعه حطناه من الابجيكتف دي احنا عندنا ابجيكتف تانية ولما نيجي الكمبيين اللي بعدها هو هكذا وهكذا فلازم يكون انت عندك في دماغك بتشتغل عليها بغض النظر بقى لو انت بتشتغل ايه تانية فانت بنسبالك في جوجل اد هي تقول مهمة جدا 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 وهي من الحاجات المهمة اللي انت ممكن يعني تطلع لك اصلا اعلانات او تطلع لك افكار تانية انت في يعني مش في الماغك اصلا او من الحاجات اللي هي انت اصلا مش ممكن ما تركز معها تمام فان ركز جدا جدا على جزء لانه من الحاجات المهمة طيب الجزء اللي بعد كده الاد رانك الاد ايه الحاجات المهمة نركز ايه بقوله ركز على ايه على الاد رانك بتاعك الاد رانك مهمة جدا 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 هو اللي بيحدد بشكل كبير جدا الكمبين دي اصلا نكحة ولا فشلة يعني اصلا الكمبين دي المفروض ان هي هتنجح ولا هتفشل والكمبين دي بالنسبة لك رايحة فقان اتجاه طيب الاد رانك من المعايير المهمة جدا جدا او المهمة اللي بتزبط جدا فيها او اللي هي صارت واساسي عشان الاد رانك يزبط معك هو مدى مدى نركز جدا مدى توافق الكيووردز بتاعتك مع اللي انت حطيتها مع اللي انت حطو مع اللي الناس بتروح عليها يعني لو انا بعمل اعلانات على نفس البرودكت اللي احنا نكون ملكلم فيه عن قطع غير السيارات فلازم الكيووردز اللي انا حطيتها يكون لي علاقة او بتكون بتماتشنج 100% في جز سيانة قطع غير السيارات ويكون مكتوب فيها قطع غير السيارات ويكون بتاعك مكتوب فيه قطع غير السيارات ويكون مكتوب بتاع الاعلان بتاعك قطع غير السيارات الماتشنج اللي بيحصل ده ما بين كل المراحل دي كلها بت يعني بتعلي معاك قوي 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 حتة ان الاد ده هو وبياخد العميل لحتة فعلا معينة هو صادق فيها ان انا فعلا واخد العميل ده علشان بيع له خطع غير سيارات تمام وهنا لازنا بيزبط معاك جدا 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 بتاعتك وبالتالي او بالتبعية ان هو بيزبط معاك بتاعك تمام فده كمان بيعلي معاك او بيزبط معاك وبيديك على هل انت شغال بكيورد مظبوطة ولا لا وهل الكيورد اللي انت اصلا شغال بها دي مظبوطة ولا مش مظبوطة وهل انت بتاخد في الفاضي ولا انت فعلا بتاخد بتزبط معاك تمام فدي من الحاجات حاجات مهمة جدا جدا في حتة لو انا جيت بقولك على دي او دي بنسبه لك تركز على ايه عشان تزبط معاك فيها لازم تزبط الكرام ده ان انت الدنيا كلها تكون مع بعضها تكون انت بتاخد العميل في جهة سريمة جدا 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 وفي جهة واضحة ايه وصريحة تمام طيب الجزء اللي بعد كده لقى لقى بايه لقى بالسيطب حتة دي بقى يعني مهمة جدا ولو انت ما عملتهاش انت كل اللي احنا عمالين نحكي فيني من اول ما بدأنا ده تقريبا مالوش لازمة السيطب هنا مفهوم بتاعه ايه اه كلمة دي من وجهة نظر انا كمحمود او اللي انا بتكلم فيه او مفهوم ها بانزال ان انا لازمة نعمل السيطب للاكاونت بشكل كامل على الشغل بتاع يعني لما يجي اشتغل اعلانات لازمة نكون رابط بتاع جوجل اد جي جوجل وي اربط بي جوجل داتا وي اربط بي جوجل داتا ستوديو وي اربط بي كمان ال ايه ال كل ال ال الاجزاء اللي انا المفروض بتعامل معها وي بشتغل عليها عشان بعد كده لما اجي اعمل لما يجي اشتغل على ان اعل لما اجي ااخد مختلفين من اكتر من حتة تبعى الامور بالنسبة لي مظبوطة تمام يعني مسلا لما احنا نيجي اه نشتغل على تمام احنا عندنا في جوجل ايه في حاجة في حاجة اسمها طيب دي برضو قصة تانية لو انت مش زابط بتاعك بشكل مظبوط مش يقدر تشتغل عليها خالص لو انت مش زابط الجزء بتاع بتاعك مش يقدر تشتغل عليها ابدا طيب في اصلا ممكن تعمل ايه بالزبط ممكن اقول له ممكن اقول له يا جوجل انا عايز الناس في حتة مانجر ممكن اقول له يا جوجل انا عايز الناس اللي زارت الويب سايت بتاعي في اخر تلاتين يوم او في اخر عدد معين من الايام لا انا ممكن كمان اقول له انا عايز الناس اللي زارت الصفحة معينة خلال اخر فترة ممكن اقول له انا عايز الناس اللي زارت امليكيشن معين او صوري حملت امليكيشن معين يعني انا شغال على امليكيشن لقطع غير السيارات في منافسة لي فبقول له يا جوجل انا عايز الناس اللي حملت الابليكيشن ده وتعاملت معاه او شبيهة بي يعني شوف مدى قوة ان انا بقول له خد بتاع المنافسة اهو الناس اللي عمليه انستول بقى هتهملي تمام ممكن اقول له هتلي الناس اللي بتتفرج على معينة او بتستخدم اليوتيوب بتاعتي تمام او انا محتاج عايز الناس اللي في القناة دي الناس اللي بتشوف القناة دي او بتشوف قناة اليوتيوب دي انا انا محتاجهم تمام انا ممكن كمان اقول له انا انا محتاج الناس كمان اللي زارت الويب سايت بتاع الكمباتتور ده انا محتاج الناس اللي زارت صفحة معينة عند ويب سايت عند الكمباتتور او عند الناس دي وكمان بيجاب لي عن الويب سايت بتاع المنافس. الويب سايت ده معظم الناس اللي بتفايت عليه من سن كام لسن كام. هم ميل ولا في ميل. هم ايه تفاصيلهم بتاعتهم وما الى زين. فدي كلها حاجات مهمة جدا جدا. ولازم ان اكون مزبط بداية عشان اقدر ان انا اخد الناس دي وابتدي ان انا اشتغل عليهم. انا ممكن كمان اعمل انا محتاج كل الناس بالبزنس. بس بشرط تكون الناس دي زارة ويب سايت معين. او تكون الناس شافت معين. فانعايز كل الناس اللي بتشتغل بتزور او 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 بتشتغل مثلا مع فضافون رد. اوكي? وفي نفس الوقت يكون الناس دي هم بزنس اونر او انترست جدا بالبزنس. فهنا بجيب ناس معينة او بطرجة ناس محددة انا محتاج ان انا اشتغل معها. طيب. اا عشان اتراج بقى الناس اللي هي على جوجل اه الناس اللي على عندي او على ويب سايت معينة او على الويب سايت بتاعي ول—— بتاعي او المنافسين والقصص دي كلها. وهي ابتدي اخد كرارات هل لما انا خدت اللي عند المنافسين هم كواليتي ولا مش كواليتي. هل هم كويسين ولا مش كويسين. لما انا باخد بقى الناس دي. وابتدي اشتغل عليهم. انا محتاج اعرف هل انا ناجح ولا فايش. هل انا انا الدنيا تمام ولا مش تمام. طب انا محتاج اعرف كم واحد دخل عمل على الويب سايد. كم واحد ديس على ايكون معينة. كم واحد دخل وبعد ما دخل من الاعلان راح على الويب سايد لكن ما سجلش. طب الناس اللي دخلت لحد وما اشتريتش. طب الناس اللي دخلت عشان تشتري لكن ما حطتش الفيزا بتاعتها او ما حطتش بتاعتهم وبدأوا ان هما يشتروا. طب انا ازاي اخد الناس دي وانا انا احاولهم اشتري قصص دي. فانت لو انت من الاول كده بسم الله ما عملتش لأدوات بتاعتك يبدين بالنسبة لك ضائعة. كمان بيفرق معك جدا جدا في حتة اليو اي واليو اكس. اليوزر بتاعك دخل ومن حاجات ان احنا مشتغل على طولز زي والتولز اللي احنا بنشتغل عليها دي عشان نشوف العميل لما دخل على ربسات عملية. طب انا لو ما عملت لكل ده كله بقى انا مشغل الاعلان وسايبه في البحر ولا انا شايف ايه اللي بيحصل تحت ولا اللي تحت شايفني. فانا مش عارف اخد قرارات هنرفع السنارة ولا ادني زي ما انا قاعد وصابر كده لحد دمالوقتي عد علي ومش عارف ايه اللي بيحصل ولا الامور دي كلها. فانا لازم اكون اعمل امور كلها بشكل تمامي. وبشكل كبير جدا جدا جدا. وبستخدم فيها حتة زي ما احنا او اكتر حاجة بتفيدنا. ان احنا نعمل نعلي على ايه? بتاعتنا. ونشغل بتاعتنا بشكل احسن وبشكل اكبر بكتير يعني. طيب الجزء اللي بعد كده ليه على قاقة باللاندينج بيتش. طيب بسم الله الرحمن الرحيم كده لازم ان يكون ليه عوامل اساسية وموجودة فيها عشان تنجح. طيب العوامل الاساسية اللي لازم ان تكون موجودة ايه في اول حاجة لازم ان يكون فيه عن السورفز او المنتج اللي احنا بنشتغل عليه. دي اول نقطة. يعني لو ما فيش اصلا ريفيوز انا الدنيا بالنسبة لي ممكن تكون مش احسن حاجة خالص. الدنيا ممكن العميل يخشه للدنيا بالنسبة ليه تمام? لكن يلاقي اه نفس المنتج عند حد تاني بس ياخد ريفيوز. في حين ان هو من نفس او من نفس المصدر اللي احنا مشتريين منه. لكن هيشتري من هناك. طيب هيشتري من هناك ليه? لان هو شايف هناك فيه ريفيوز. شايف هناك ان هو ممكن يقدر يشتري. شايف هناك ان ان فيه عملة اشتريت قبل كده. وهي العملة دي هو قادر ان هو آآ يسك في 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 الاندينج بيتجيل تاني دي عشان فيه عملة اشتريت منها قبل كده. والعملة دي حقيقيين وهي هو خدسك اكتر. طيب دي اول نقطة. تاني نقطة لازم ان يكون فيها لو انا ببيع آآ لازم ان يكون فيها آآ معينة. لازم ان يكون فيه صورة خاصة بيك عن المنتج. والصورة دي كل مكانة كل مكان افضل. آآ من الحاجات الاساسية كل بيكون فيها السور الحقيقية هي اقرب بنسبة عشرين في المية من تحقيق الابجيكتف بتاع الاندينج بيتج عن اي بيتج تاني. يعني لو ان دلوقتي ببيع موبايل آآ سامسونج الجريد. وهي عميل تاني بيبيع موبايل سامسونج برضه. فهو حطت الصورة اللي موجودة على الويب سايت بتاعت سامسونج. وانا جايب الفيديو ومصور بيه الموبايل. وبقول ده الموبايل اهو ويه ده ظهر الموبايل ودي المميزات اللي موجودة فيه. ويه تقدر تفتح من هنا تقدر تعمل كزا وتقدر تعمل كزا. اولا هو هيفضل عندي في الويب سايت اطول فترة ممكنة. فده هيعلي بتاعتي وهيعلي من ايه? جودة الاعلان بتاعي. كمان لما هيشوف عندي الامورتي كلها هيحسن في المبيعات بتاعتي في اوريدي الامور بالنسبة لي هتكون مزبوطة. غالبا برضو النقط دي بتفرق معنا ليه? لان احيانا الناس بتفكر ان المشكلة في الداش بورد بتاعة جوجل اد. يعني انا ايه المشكلة عندي واللهي? هلأ علل الميزانية? تبقى اقلل الميزانية? طب اعدل في مش عارف ايه? لأ انت اصلا ممكن تكون مشاكل برا لداش بورد اصلا. 80% من المشاكل اللي قابلتنا كانت برا لداش بورد. يا اما في منافس حاطة اسعار مختلفة يا اما فيه عاملة احسن يا اما فيه سور في اماكن تانية افضل وهكزا. آآ يا اما العميل بيروح بس بتطول قوي عبل ما بتفتح معاه فم بيكملش. الامور اللي احنا عارفنا دي كلها. لكن لازم ان يكون فيها حاجة اساسية لو انا ببيع ملموس لازم ان يكون فيها حاجة او صورة موجودة عندنا بس. والصورة دي تكون كمان لو هتفرق معاك آآ بشكل كبير. تاني نقطة تكون كمان اه فيها وتكون الصفحة سريعة بشكل كبير علشان هتفرق معايا جدا جدا سرعة الصفحة والامور دي كلها. طيب حال الريفيوز دي بتفرق او يعني دي اهم نقطة انا محتاجة اقولها لك او يعني في الطابق بتاع النهار دا اهم نقطة اكتب لك دي علشان اقول لك مهمة جدا 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 وهي اللي بتفرق معانا في كل اللي بيشتغلها آآ ولما بنشتغل كمان على على اللي اللي بيكون فيها بتكون نتائجها افضل واحسن بكتير من اللي مش بيبقى فيها اصلا آآ او مش بيكون فيها آآ بيكون فيها آآ مش بيكون فيها كمان فدي اهم حاجة في اللي ايه طيب نيجي بعد كده للجزء اللي اللي بعديه احط الجزء بتاع الكولتو اكشن الكولتو اكشن في بعض الاعلانات بيكون غلط اصلا عن الكولتو اكشن المفروض تتاخد يعني انا ما ينفعش ان انا كون بشتغل على اوفر ويدي شوف ليها في اعلانات آآ كتير اكون بشتغل اصلا على اوفر ويه الاوفر ده آآ وانا بشتغل عليه هو 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 بياخد العميل على حتة تانية الحتة دي لها علاقة بآآ بان هو لأ دخل ملاقاش اوفر اصلا او ان انا بقولي العميل اشترك الان وهو اصلا مفروض هيدخل جواه انا اعمل له اوفر تم تقول له ان في اوفر عشان ياخد الاكشن معيك طيب ممكن ساعات بنحط في الكولتو اكشن ساعات بنحط في الكولتو اكشن حاجة ليه علاقة باعرف تفاصيل اكتر طب انا هنا مش محتاجي العميل يعرف تفاصيل انا محتاجه ياخد كولتو اكشن بيعي فانفعش ان انا اخلط الامور في بعضها في بشكل كبير جدا جدا الكولتو اكشن معيار مهم جدا ولازم ان نخلي بالنا منه لما نيجي نشتغل على كولتو اكشن لازم ان نكون رابطي للكولتو اكشن دي في اللي هيحصل جوه جوه او هيحصل جوه الويب سايت طيب اقل كولتو اكشن احنا بنشتغل عليه هي كولتو اكشن طبعا يعني لما احنا بنشتغل على آآ اعلانات وبنخلي العميل يشتغل في بعض الاندوستري بتبقى نكحة بشكل كبير وبعض الاندوستريز مش بتكون نكحة الاندوستريز المكحة فيها بتكون زي الاندوستريز الكديرة زي شغل المستشفيات او آآ بشكل عام مش بنقول جزء بشكل عام وهي جزء بشكل كبير وهي الجزء اللي هي علاقة بالسيارات ما دونة ذلك عن تجربتي لا الكلتو اكشن بتاعة الكولز فيها ما كانتش احسن حاجة تمام طيب الجزء اللي بعد كده اللي ليه علاقة ببقية الاندوستريز او او الجزء اللي بعد كده ان العميل آآ ياخد آآ اجزاء تجربة آآ آآ ليها علاقة بالتجارب ان هو يتست البرودكت ودي ليها علاقة بالديمو او ليها علاقة بكل الكلتو اكشن اللي ليها علاقة بالتست كلتو اكشن ليها علاقة بالتست هي كل ما له علاقة بالسوفتوير كل حاجة ليها علاقة بالسوفتوير فعملية ان العميل يعمل وياخد ديمو يبتدي يجرب المنتج وبعد كده يكونكت معاك او انت تكونكت معاه زي ما بنشوف مثلا في اودو او مايكروسوفت والامور دي كلها. دي من تبقى من الحاجات الاساسية في جزء كل الاجزاء اللي ليه علاقة بالايه? لو انا ببيع زي لو انا ببيع حاجة ليه علاقة بموبايل والامور دي كلها لازم ان عميل يتست. لازم ان عميل يجرب وبنانا على التجربة دي هو ياخد ايه? الاكشن الصحيحة معاك. طيب الامور التانية اللي ليها علاقة بالبقية الاندوستريز وبقية الحاجات اللي هي علاقة بالمهام الادارية زي الامور دي كلها. فالاجزاء دي كلها بيكون فيها جزء جزء هي من افضل الحاجات اللي ممكن تشتغلها بالنسبة لجوجل. من من افضل الحاجات اللي ممكن تشتغلها بيها لجوجل. تمام? بلاصل الفورمليد ممكن برضا اشتغلها في بقية الاندوستريز اللي فاتت لكن على التوالي في حتة الكلتو اكشن دي الايه? افضل الكلتو اكشنز اللي احنا اشتغلناها. طيب. الجزء اللي بعد كده الاكشنز تمام? اللي ليها علاقة بشكل كبير بالعميل. تمام? او بشكل كبير. آآ جوة داشبورد لازم ان نطلع ما بين الاكشنز وما بين بعضها. يعني ايه بنعمل في دي ازاي? او بنشتغلها ازاي? لازم ان بشوف هل انا العميل بالنسبة لي او لما انا اشتغلت مع عميل آآ او اشتغلت على الكمبين الكمبين دي لما انا اشتغلتها. كام واحد شاف? كام واحد شاف الاعلام بتاعي? طيب من كام واحد شاف? كام واحد من الناس اللي شافت دي خدت اكشن? طيب من كام واحد خد اكشن مع ايا? كام واحد منهم في الاخر اشترى? طيب لو انا بعمل آآ او بعمل زيارات على الوебسايت لازم ان هتمع البرسنتج ما بين الكلام دتھا كله يعني انا لقيت في اآ آ؛ آآ الف الف واحد شاف الاعلام. من ضمنهم عشرة بس عملك لك. فانا هنا عندي فيه كارسة حصلا. فيه هنا حاجة غريبة حصلا. فهين البرسنتج بتبين لك. الاurcum بتفرق معك بشكل جميل. طيب انا دلوقتي لقيت ان فيه الف شاف الاعلان فيه من ضمنهم نسبة اه معينة اه مثلا تلاتين اربعين في المية اخدوا اكشن وبعد كده منهم فيهم اه عشرة اه دخلوا واعملوا فهنا اه الامور ممكن تكون متناسبة معايا شوية فاول حاجة بنبص عليها في الداشبورد البرسنتج ما بين اه الاكشن وبعضها انا محتاج الناس تخش تشتري طيب كام واحد راح من الاعلان على الاندينج بيتش كام واحد من الاندينج بيتش اه دخل على البوستكت بتاع المشتريات بعد كده كام واحد دخل من البوستكت دي على صفحة الاتشيك اوت ويعمل ايه شراء اتابع البرسنتج ما بيني الامور دي وبعضها. البرسنتج دي بتبين لي فروقات وببين لي حقايا كتير جدا جدا جدا. اول ما كناش بنبص عليها او اه اول ما بدأنا كان موضوع بالنسبة لنا لكن اه عادي لكن مع الوقت في في جوجل اد لنكم نشوف الفروقات دي كلها. ايه الفرق ما بين هنا وهنا. ما بين العميل اللي دخل وشاف والعميل اللي دخل وما شافش. اه طب انا دلوقتي انا ظهرت لكام واحد ما ظهرتش لكام واحد. طب انا بظهر اصلا كام مرة بظهر في اول الصفحة كام مرة بظهر في اخر الصفحة والامور دي كلها. تمام? فده من الحاجات اه المهمة جدا جدا جدا. اه حتة الماتشنج ما بين اه برضو اه اه حتة مهمة بلما انسى حتة الماتشنج ما بين اللي انا حاطتها وبين الجمهور المستهدف على حسب اللوكيشن وعلى حسب اللي انا بشتغل عليه. يعني لما انا بستهدف ناس مثلا موجودة في دولة تمام? واللغة بتاعتهم اه مختلفة عن الدولة اللي هما موجودين فيها. بستهدف الاجانب اللي موجودين اه في مصر. طيب هل انا اشتغل لغة اجنبية ولا اشتغل على لغة الدولة? لا انا بشتغل على دايما بتبعي العميل. العميل بيشتغل على اني سيرش وانا حطيت وكيوردز بقاني طريقة وبناء على ده بحط ايه? ايه? الكيوردز بتاعتي وبحط على هذا الاساس. تمام? اه دي كلها حاجات اه مهمة بنشتغل عليها. حاجة كمان مهمة جدا. اه الكون بالنسبة لي. اه بناء على على تيجروبتي او بناء ممكن تكون دي صح او لا. اه دي ممنع على تجارب مش بناء على حاجة ما قريتها. بعد ميت الف الف الامور بتكون مختلفة تماما فيما قبلها. يعني بعد ميت الف زيارة للويبسايت النتائج بتكون مختلفة عن فيما قبل الميت الف الف تمام? يعني لما عدد العملة اللي بيقولي واللي بيشتروا على الويبسايت قبل الميت الف بيكون مختلفين عن فيما بعد الميت الف زيارة. تمام? دي كلها اه دي كلها امور اه يعني يعني حاجات اه مهمة جدا جدا. و اه و دي كلها امور احنا اه اشتغلنا عليها اصلا قبل كده. و اه و طلعنا منها نتائج اه مختلفة. و كانت اه دي اهم الحاجات اللي انا كنت محتاج اقولها. او الحاجات اللي انا كنت محتاج اه اوضح لكم اه بشكل كبير يعني. تمام? طيب اه خل نخلي بنا بشكل كبير من جزء و من جزء و من الجزء بتاع و دول اهم تلات حاجات اه في الكلام ده كله لو انت طلعت بالتلات حاجات دول اه بس او التلات حاجات دول اه انت طلعت بيهم و فهمتهم بشكل كبير فانا بالنسبالي انت كده استفدت انت بشكل كويسياني.